اشتركوا في القناة وقال المسلمين والمسلمون في خراسان مع قتيبة قائدهم فقتيبة يريد أن يستنفر الناس فبعث إلى المسجد ينظر من فيه من في المسجد فقيل له ليس فيه إلا محمد بن واسع رافعاً أصبعه يعني يدعو الله فقال قتيبة أصبعه تلك أحب إلي من ثلاثين ألف عنان لو أجيب ثلاثين ألف فرس مع الأصبع هذه هذه أثقل عندي من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه لما حاصر المسلمون حصناً وأعياهم وكثرت الجراحات واحتاجوا الآن إلى أي حل فإذا برجل من المسلمين يخترق السور من أسفله بنفق بنفق ويبرز الأعداء ويقاتلهم ويفتح الباب ويدخل المسلمون وإلى الآن ما عرفنا من هو هذا الرجل إلى الآن ما عرفنا لأن مثلما قائد الجيش حاول أن يعرف وفشل ناس كانوا يخفون أعمالهم لقد أدى عظماء أدواراً عظيمة وكان هناك من النساء المسلمات كما قلنا في المرأة السوداء وحديثها عن أبي هريرة كانت تقم المسجد أو شاباً إما أن تكون امرأة السوداء أو شاب الوظيفة تنظيف المسجد تبرع بتنظيف المسجد عملية الناس ينظرون إلى أن عملية تافية تنظيف يعني التقط الأوساخ ولك النسواء ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها أو أمره يعني ما هو شخصي المهمة لا نزعجك بسببها فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها والله ينورها بصلاته صلى الله عليه وسلم عليه طيب الواحد إذا ما وجد أحياناً أدوار أشياء ما يبذلها طيب قال تعين صانعاً أو تصنع لأخرق أنت ممكن ما يكون عندك مال لكن عندك قدرة تدريبية قد تكون مدرباً إدارياً قد تدرب على المحاسبة قد تدرب على البرمجة قد تدرب على برامج تدرب على أشياء ترجمات فأنت يمكن أن تتخذ من هذا التدريب باباً لك إلى الجنة أحياناً المدرب يكون هو سبب انتصار البطل لكن الذي يظهر البطل إنما الذي وراءه هو المدرب قالت أم سفيان لسفيان اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي كان الشافعي ثمرة أم عظيمة فإن أباه مات والشافعي جنين أو رضيع فحفظته القرآن وهو ابن سبع وورث منها حسن الاستنباط وصفاء الفطرة ربيع الرأي من كبار العلماء أبوه خرج إلى خراسان أيام بني أمي غازياً وربيعة في بطن أمه وجعل عند زوجته ثلاثين ألف دينار وذهب في سبيل الله يسيح في الأرض ما رجع إلا بعد سبع وعشرين سنة وهو راكب فرس وفي يدي رمح فخرج ربيعة من البيت فقال أبوه وهو لا يدري أن هذا هو ولده أتهجم على يا عدو الله أتهجم على منزلي فتواثب حتى اجتمع الجيران فبلغ مالك بن أنس فأتوا يعينون ربيعة وجعل ربيعة يقول والله لا فارقتك إلا عند السلطان ومشوا وكثرة ضجيج فقال مالك أيها الشيخ لك سعى في غير هذه الدار فقال الشيخ هي داري وأنا فلان فسمعت امرأته الكلام فخرجت وقالت هذا زوجي وهذا ابني خلفه وأنا حامل به فاعتنقوا جميعا إذن المرأة خلفت عالما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله نشأ يتيما في حجر أمه وتوفي والده هو صغير قال ولما حفظت القرآن وأخذت الرسم العثماني وتفوقت فيه على الأقران عنيت بي والدتي وأخوالي أشد العناية وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية الفنون فجهزتني والدتي بجملين أم في شنقيط جهزت ابنها بجملين أحدهما عليه مركبي وكتبي والآخر عليه نفقتي كأحسن ما يكون من مركب وملابسي كأحسن ما تكون فرحا بي وترغيبا لي في طلب العلم وهكذا سلكت سبيل الطلب إذن هذه الأدوار قد تكون مجهولة بالنسبة لنا ونحن لا نعرف من وراء الشنقيطي محمد الأمين ومن الذي أخرجه ومن الذي شجعه ومن الذي جعله يمسك طريق من بدايته ومن الذي حبَّب إليه العلم أدوار كثيرة الناس لا يعرفونها لكن الله يعلمها هناك تلاميذ أظهروا كتب شيوخهم وقد يكون الدور دور كبير على التلميذ في استخراجها وتحقيقها وطباعتها أو نشرها وعلماء ما عرفوا إلا من ترجمة بعض تلاميذهم أيها الإخوة كانت هناك تجارب دعوية في آسيا وإفريقيا وغيرها قام بأدوار فيها نساء خدم عمال ألم يكن هناك بعض من أسلم على يد سائق وعلى يد خادم نحن نرى اليوم أحياناً طلاباً يكرمون في التحفيظ وهذا الأول على كذا وهذا لكن من الذي حفَّظه؟ وربما يكون اسمه غير معروف لكن اسم هذا الذي فاز بالمسابقة صار معروفاً وربما يكون معروفاً على مستوى وسائل الإعلام ومعروف دولياً لكن من الذي حفَّظه؟ وكذلك بعض دروس المشايخ العلماء الكبار ما خرجت إلا بسبب واحد كان مواظباً على التسجيل للشيخ علم الشيخ عند هذا الشخص لو لله ثم هذا الشخص كان ضاع علم الشيخ الشيخ بعدما مات ولذلك الآن وجدت دروس للشيخ عبد العيس بن باز أو للشيخ محمد بن صالح العثيمين عنده أشخاص وربما يكون عند واحد ما عند الدرس هذا إلا هو بسبب أنه كان حريصاً على تسجيل دروس الشيخ والعناية بها نأتي إلى قضية بناء مسجد أحياناً يأتي راح يقول لا إما أنا ما أقبل مشاركات أبني أنا أو لا أحد لماذا؟ كلما كثرت المشاركة فيه كثرت البركة هذا يتبرع بتصميم وهذا يتبرع بخريطة تفصيلية وهذا يتبرع بإشراف هندسي وهذا يتبرع بالعظم وهذا يتبرع بالكسوة ولذلك ترى أحياناً مسجداً مسجد في قرية اشتغل فيه كل أهل القرية هذا وضع نبناء هذا وضع السلكة هذا وضع سجاداً هذا وضع زجاجاً هذا وضع إطاراً هذا وضع باب خشب هذا وضع العتبة هذا وضع صندوق الأحذية هذا وضع مكبر الصوت إذن كل عمل المشاركة لم يحكر أحد دوره وينبغي أن نكون قدوات في هذا الجانب وأن نحث الناس وأن نظهر فضل هذه الأعمال إذن كان درسنا عن الأدوار المساندة وأهميتها وفضلها والحرص عليها وعدم احتقارها وكيف كان سلفنا وأمثل من العصر الحاضر أيضاً في هذا الجانب والتأكيد على دور المرأة المسلمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على خدمة دينه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداتاً مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وأستغفر الله لي ولكم وصل الله على نبينا محمد شكراً للمشاهدة